أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن نعقاد المنتدى القومي للاستثمار خلال نصف الأول من العام القادم يأتي تأكيداً لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وخلال ترأسه اجتمع اللجنة الوزرية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار أوضح مدبولي أن تنظيم هذا المنتدى كان ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في أول اجتماع المجلس بعد إعادة تشكيله